طبعاً أصدقائي يعطيكم العافية عن جد هذا الفيديو كتير مهم لا مش عن الشهرة ولا مشاهدات ولا علاكم صدي كل إنسان مختريب أو مهاجر أو لاجئ أو بيحلمي صلع أوروبا لازم يتابع ويفهم شغلات ضرورية كتير لأنه اليوم بدي أحكي عن مكاتل التأمين وأنتوا بتعرفوا أنه شو يعني مكاتل التأمين هي كل شي بالنسبة للتهريب فالتهريب يعتمد على شيء اسمه مكتب تأمين وما في شيء تاني خل تاني اختراع تاني إنك يضمن لمهرب حقه للمكتب التأمين اليوم بدي أحكي عن قصة حقيقة جداً جداً كيف عصابة بتشتغل على هالأساس هذا وبتنصب على حاجة الناس لأنه كل إنسان نفر واللجاية مخترب بدون يطلع يسافر لأوروبا فدول الجماعة اللي هن العصابة اللي بدي أحكي لكم عليه هون هن ثلاث أشخاص اثنين عرب سوريين وواحد كردي سوري فشو بيشتغلوا هدوله؟ شغلتهم هي مكاتب التأمين فبيفتحوا مكتب بيستأجروا مكتب فخم ومرتب وكمبيوترات وكذا وصالة استقبال وكيف بدون يجيبون لازمون ليأمن عندهم مصاري طبعاً فإنه عن طريق الفيس بيتفقوا مع مهربين أو مع أشخاص وسطاء فالوسيط هو مهمته أنه يحط أعلانات أنه أنا مهرب هللي بحب يتواصل معي إذا بدأك تسافر من تركيا لأ كذا كذا فعنده بتتواصل مع المهرب المهرب طبعاً شو بيقول لأ هي مو مشكلة طلعك بس بتأملي بمكتب الوفاء مثلاً مكتب الصفاء مكتب الحسن مكتب كذا وين هذا المكتب والله هذا عنوانه شارع كذا كذا في اسطنبول طبعاً بصلاً تصير كذا كذا يعطيك عنوان المكتب اللي هو بس بالله يقول له طب أنا بأمن لك عند ميلانو حفتارو لك عند العساف لا ما بصير أنا ما بتعمل غير مع المكتب بدوليك علاقتي معهم ممنيحة دخ سافر دخ تأملي عن تفلان أنت بطيبة تقلبك وحاجة تقل الماسي للسفر بتروع على هذا المكتب مكتب فلنفطة مكتب البطيخ بتفوت بتلاقي ناس محترمين ولابسين وجنتلمان والسكرتيرا وبطيخ مبسمر وكل ياته كسب طبعاً بعد هذا المكتب بيفتحو وبيحاولوا بقا يلموا شوية مصاري من كم ضحية من ضحايا ويبعدين بيقفلوا وبيفلوا وبيختفوا قاتل العادة طبعاً أني أصليب شيطانية ولدنة حرام والساخة لا توصف لا بيخافوا من الله لا بيهموا من أرامل لا بيهموا من أيتام بيهموا من غير المصاري وشو كمان عندهم نسوان ولاد كمان قرايبين ثلاث شباب وثلاثة إخوات متجاوزين أو هيك شي طبعاً ولاده بيكبروا بيربوا من مال حرام بيفوت على الجهنم ما بتفهم معلومة ينصب عليك فلا تفكر موضوع أنه بيخافوا من الله كله ولاد حرام فكاتب التأمين ولا المهربين فمعلم عندهم مصاري شو بيعددوا عليك شي بيقول لك أوكي بدك تأمين بألمانيا المهرب شو بيقول لك طب عنا نحنا مكتب بألمانيا منحطها ومنأمنع طبعاً المكتب بألمانيا هو تابع إلوان طبعاً طب بالسويد بولندا وين بتدخل عنا مكتب شبكة يعني من النصب والاحتيال بعدين طب انت ما اقتنعت طيب عنا حال ثالث لا تخاف شو بتدخل نحنا جازمهم إنه ينصبوا عليك بأي حال لو بدون يجيبوا الشرطة شلحوك مصرياتك أي شي بيعملوا كرمال مصري بيقول لك حول حوالي على اسمك لألمانيا اللي مهرب هيك بيقول لك مثلا اسمك محمد البكر حول حوالي بالويسترين يونيون على اسمك على ألمانيا بس عطينا الامتي سي اين هذا الشفرة طبعاً الحوالي وطبعاً ما فيه حدا يستلمه غير انت ما انت باسمك ولما بتوصل بتروح بجوازك السوري بتستلم الحوالي بتحول لنا ياها تروف على اللعبة هاي طب ايه كيف بدون يسحبوا الحوالي من الوسترين يونيون ايه أنا بيقول لك بيعملوا جواز مزور بسورة شخصة بألمانيا وباسم محمد البكر بيعتول ليا يروح بيسحب الحوالي بك البساطة وتلت دقائق يعني أساليب الشيطانية ما بتختر ببالك ولا بتقدر أساساً تسق فيهم يعني طبعا بالنسبة لموضوع التهريب والتأمين هاي الشغلات اخترعوها السوريين بالعالم وكانت موجودة من زمان من قبل حرب سوريا والعراق والهجرة واللجوء شغالة من 20-30 سنة من كردستان للعراق ومن أكراد سوريا كمان كتير كانوا يروحوا لاجئين هاي عم نحكي عن منطقة الشرق الأوسط والعراقيين لما صارت حرب صدام ولما المعارضين لصدام صاروا يروحوا يعني إنه مليون قصة لجوء يعني جوء مو اخترعوا السوريين طبعا معملك التهريب اخترعوا السوريين مكاتب التأمين والحوالات اخترعوها الكرد أخواننا الكرد طبعا الحوالات بالأسود كمان ما أنا موجودة هن اخترعوها وساولها أساليب وساولها الشفرة ومشيت الأمور على الأساس لأنه ما كان في لها مكاتب وسترين يونيون ولا فيك تحول أنت عشر عشرين ألف بالأسود يعني وديسرت الأمور يعني بالعكس هذه الاخترعات الاخترعوها وفادت البشرية كتير طبعا وفادت الحضارة وقدمت اختراعات أهم من اختراعات أديسون ممكن فهدول العصابة الوسخارات كلهم فحد المرات علقوا مع واحد شاب شاب عبرو عشرين سنة من ريف دمشق بس هالشاب رأسه تنح نصبوا عليه ثلاثة علاف يورو وقالوا له يلا باي باي يلا قدر قل من هون ما لك عنا شي فعلقوا هذا الشاب يا أنا يا أنتو صاب وين يروحوا يفتحوا مكتب يروح وقف على الباب يفوتوا ناس يحزبهم دير بالأخدوا من الصابين لا تعطيهم فأنقذ ناس كتير هذا الابن الحلال هذا الزلم الابن الحلال حد ما كان يخلصوا منشروا لحد ما علق مع واحد منهم وتضاربوا مع بعض قام إجت الشرطة التركية بهاللحظة هاي أخدت الاثنين ورحلتنا على شمال سوريا بعدين قام هذا الشخص الضحية من الشام ريف دمشق بده كان يبلغ عنهم هنيك السلطات اللي هنيك جبهة النصر وإيك قام هذا المهرب قال له لا يصطر عرضك والله بيشنقوني يعني فقام رجعوا دفع له مصارع حسابه المهرب عم يدفع للنفر حسابه مصاري ليرجعوا على اسطنبول خير فرجعوا قال له اشتغل معنا انت بالمكتب ونحنا هاي شغلتنا هذا الكار طبعا فاشتغل هذا الشاب فكان شو يعمل يجو ناس بدون يأمنوا هو وقاعد يقول له حبيب دي إلا للمرأة أو للأرمالي أو للرجل هو دي هدول مكتب نصابين حملوا حالكم وهربوا ونفدوا بريشكم لو ما أنا هون أبد حلال كان راحت مصرياتكم فأنقذ كتير ناس مبالغ خيالية من أنه تنسرق وبعدين وبستمروا ولهذه اللحظة وهناك أساليب جديدة عم يخترروا أنا لسماء تلكون على بالفيديو بس ما عندي خبرة عنها فلا تسقوا بحدا 30 سنة موسوق عنده أملاك عنده عقارات يعني ممكن يحمل حاله ويهرب تمام لا يقول لك سوري أنا من بيعتك أنا من بلدك أنا مثلك سرياني أنا مثلك كردي أنا مثلك حوراني أنا مثلك شامي هاي كلها كذب من وين ما تكون تكون إذا بتكون من عيلته نفسها بينصب عليك اللقاعد بتركيا كزان فقوعك تسق بحدا طبعا هاي العصابة واحدة من الشغلات اللي عم تسيب بإسطنبول الفيديو التاني بشرح لكم الشغل التاني عن عصابات اللي بيحطوا إعلانات عن الآثار ومآثار وعملات وكذا كمان هاي قصة طويلة بقى برد فيديو الحالة طبعا نسا ما حكيت لكم على العراقيين والفلسطينيين واليمنيين وغيرهم كله نصبوا احتيال شغال يعني ما تسق بأي حدا نسا ما حكيت لك على الجنسيات التانية والعمايل اللي بيعملوها بالعالم فما تعتبر حدا أنه من سني شيعي مسيحي ما لا علاقة إلا ممكن ينصب عليك حتى لو قلت من بلده نفسه ف وللحد الآن هدول العصابة ينشطون وما زالوا يعملون بهذا الكار ولم يتموا حاسبتهم أنا فكرة أنه ما حدا ملغ عنهم ولأنه اللي بيبلغ عنهم ما حيبلغ عنهم بيخاف على حاله ما في مواطن جريء شجاع بفهم بالقانون كله جاهلين بده يسافر بره كله جاهل عب يعرف أنه بيقدر يبلغ عنهم بيقدر كمان يخرب بيتهم لألمانيا وليست بألمانيا أكتر إذا مسكوا جريمتهم وعقوبتهم أو بتركية نفس الشي يعني بس طبعا لا في جمعية تضافع عن السوريين ولا في جالية وما حدا لحل يعني تعرفوا مصيبه صيحة بقيدوا بالكم أنا ما عم بيحكي عن حفتار وعن ميلانو ولا عن العصاب فهدول مكاتب بلون زمان بهذا الشغل هذا وبالحوالات فهدول ما عم ينصبوا فهدول هني وقعوا بشكل مع الحكومة التركية لأنه ما عندهم رخصة بس إني ما بعينهم ينصبوا لأنه عندهم ملايين من وراء هالمكاتب تبعون يعني بنسبقلهم شغل هذا بحكي عن مكاتب تتظاهر أنه هي مكاتب تأمين فانتبهوا وشيروا الفيديو تابعوا صفحتنا درجات المشمططين العرب والكرد في أوروبا والعالم وطابعوا كل فيديوهات بحكي لكم يعني كتير كتير في شغلات لسا جاية يعني عن الطريق مهمة كتير السلام عليكم